اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة الطرفة وهي للمضرة والمشاكل ورح يمكذ فيها حتى تمام الساعة خمسة وتسعة واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الجبهة وهي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر اليوم رح يتواجد في السرطان وبعد العصر أو في ساعات العصر رح ينتقل للأسد وتأثير القمر حكينا لما بكون موجود بالسرطان منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمال إلنا ولا أحبائنا ومن ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا معنى بعض الذكريات ومنها ممكن يضرف الدموع وهو بقلب صورة ذكارية في ألبوم أو في رسائل أو في ذكريات يجب أن ننتبه أكثر لطماء طعامنا وشرابنا بحيث أننا نشعر بحافظ لالتهام الكثير من الطعام وعلينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار أو نبتة ماء أو شجيرة والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع بالبيت بالنسبة للزوايا في عنا ثلاث زوايا وهي زوايا تقابل اللي راح تكون قبل انتقال القمر للأسد اللي هي زاوية القمر مع بلوتو راح تكون الساعة 12 و21 دقيقة منتصف الليل اللي هي الليل الخميسة على الجمعة بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التقابل بين القمر وبين المشتري وهي راح تكون في تمام الساعة 6 و51 دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية التقابل ما بين القمر وما بين زحل وهي زاوية برضو سلبية راح تكون في تمام ساعة 10 و28 دقيقة صباحا من واجه مصاعب وعرقيل تطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار راح يبدأ الساعة 10 و28 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و52 دقيقة عصرا يعني بتوقيت جرينيج 12 و52 يعني بتوقيت الأردن الساعة 52 عصرا هذا بيعني أن الفترة المذكورة ما بين الساعة 10 ونص لغاية الساعة 12 و52 دقيقة بتوقيت جرينيج فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الأسد القمر راح ينتقل للأسد الساعة 12 و52 دقيقة عصرا وهنا هذا تأثيره راح يكون على جميع الأبراج بيكون الناس منحولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي راح تتشكل خلال هذا اليوم اللي هي ما بعد خلو المسار بعد انتقال القمر للأسد هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد راح تكون في تمام الساعة 9 و51 دقيقة مساء ونشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بما أن القمر راح يكون موجود بالأسد خلو المسار القادم راح يكون يوم 5 و12 بيبدأ في تمام الساعة 10 و52 دقيقة مساء ورح يستمر لليوم التالي اللي هو يوم 6 و12 لغاية الساعة 47 و45 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذرة بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر انحسار المحدب 19 يوم في تمام الساعة 6 و5 دقائق مساء بيصبح 20 يوم نسبة الإضاءة 80% أوصلنا لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 60% القمر في السرطان وبدو ينتقل للأسد زي ما حكينا لغاية يوم 6-12 طبعا مزاج منتحس بنسبة 40% بسبب كل الزواية التقابل اللي ذكرناها أما بالنسبة لعطارد في القوس حتى يوم 20-12 المزاج سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 المزاج سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% أما بالنسبة لزحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاج سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيت راجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نيبتون في الحوت مزاج سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي مزاج برضو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تنهمكم في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة لا بأس بها من الوقت للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء ضاغطة والمسؤولية كبيرة ممكن تكون على موعد أو على ارتباط مهم ما بجوز الفشل والفترة هاي بتحمل مصاريف منزلية في ساعات العصر بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم وبتعيش لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وتطمينات ورومنسيات برج الثور ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات كونوا أكثر صبرا على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان تتمتع بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافع عن مبادئك لكن بليوني وبدبلوماسية انتبه لكلامك وإحفظ خط العودة تتم اللقاءات والاجتماعات عمل مفيد بتتخذ خلالها بعض القرارات المهمة في ساعات العصر بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزاء تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية خففوا من النفقات بتميل للتفاوض والمساومة وبتنشط الرحلات والاتصالات وبتتجرأ على أمور إلها علاقة بالنقاش أو في النقاش فترة مناسبة لبحث المواضيع المهمة ولتقديم الامتحانات والمطالب بحقك مارس بالتالي صلاحياتك من ساعات العصر طبعا بتنشطوا في أمور التنقلات والاتصالات والإقناع كونوا أكثر وعي على الطرقات برج السرطان أنتم مشحنون بنشاط وحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار وتظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية فاستغلها الشمس بتسلط الضوء برضو على الدعم الخارجي وربما على الاهتمامات المالية وأمور العلاقة بالقروض والديون والأمور العاطفية صفحة أو قرار جديد بالفترة هاي أما بالنسبة لساعات العصر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن مشتريات غير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج الأسد طبعا بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل ويخلدوا للراحة لغاية ساعات العصر بتكون مرهق وقليل الحماسة ما تنتظر جواب لأن الظروف فارغة تهدأ الأجواء وبتخف وتيرتك حتى الركود لا تستعجل الأمر عشان ما تخيب أمالك حاذر من تراجع صحي مع اقتراب ساعات العصر يعني الأجواء بتصير أحسن وبتمتلقوا نوع من أنواع النشاط والحيوية بتقلب بعض الخيارات والتوجهات للشكل اللي بيناس بوضعك الحالي وبتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم بيحمل فترة مناسبة هاي يعني لغاية ساعات العصر لا أمور إلها علاقة لحشد التأييد والدعم هاي الفترة مناسبة لطلب الاستشارة أو التأييد أو تأييد أحدهم انت بتملك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حشد الدعم حاليا إلعب دور بناء وحاول تنجز كل أموره قبل ساعات العصر لأنه من ساعات العصر بتدخل فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تحسم أمر فترة سلبية فارغة من الطاقة والحظ برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل يعني ممكن أنه يحقق بعض الإنجازات ممكن أن يحملك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك بعض القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهميش إنك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك أو شخصيتك هدئ من روعك امطلاقة بتثير التوتر والخلافات ولكن من ساعات العصر بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة برج العقرب تنشطون في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصال لبعيد كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حاذر المتاعب والوعكات الصحية من ساعات الصباح بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ومع ساعات العصر بتزداد هاي القوة فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل أهم شنكو تتجنبوا الخلافات وسعى لتلطيف الأجواء برج القوس ابتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويب سارع لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين ما تسمح للخلافات بتأزم الوضع لا سيما مع الأحباء ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع هاي الفترة حاول تتعبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد من ساعات العصر بتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي ينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة فترة متوترة وقد تتورط في أزم ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار أو بمسار الأمور والخطوات أو تغير نمط معين ولا بأس في ذلك لا توجه انتقاد لأحد لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة انجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية برج الدلو يتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر اللقاءات والاجتماعات وبتحضر لورشة عمل أو بتهتم بموضوع صحي بتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها كون حريص على عملك وباكر إليه من ساعات العصر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم بتحتفل بإنجاز أو بانتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر فترة مثمرة وكثيرة الإنشغلات والتحركات لكنها فترة حظ ونجاح وتقدم في ساعات العصر انتبهوا لصحتكم أكثر فيتراكم في العمل أكثر من المعداد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء